بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة سنة مهمة جدا جدا من سنن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم يغفل عنها معظم الناس بل الغالبية الساحقة يغفلون عن سنة مهمة جدا طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها أصحابه وآل بيته الكرام لذلك استحقوا درجة عالية عند الله وسبحان الله نحن اليوم نسينا هذه السنة مع العالم أن هذه السنة ليست عملا وليست تتطلب أي جهد ولا تتطلب أن تبذل أي شيء هي فقط أن هي شعور هي إحساس انظر أخي الحبيب دعني أقرأ لك هذا الحديث من سنن الترمذي ونتأمل عظمة هذا الحديث وكيف أننا نسيناه تماما اليوم أو تغافلنا عنه أو لا نريد أن نتذكره سبحان الله بعض الناس حتى لو سمع هذا الحديث يؤثر ويفضل مصلحته الشخصية على أن يحب إنسانا في الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول المتحابون في جلالي المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء انظر إلى هذه المرتبة العالية التي أثارت إعجاب النبيين تخيل أن الأنبياء يستحسنون ويعجبون بهذه المنزلة العالية ما هو العمل؟ الحب في الله فقط والحب في الله لا يكلفك أي شيء هو عمل القلب هو إحساس تجاه الآخرين هو أن تلغي مصالحك المادية لأن مصالحك بالنتيجة ستنتهي مع الدنيا مع آخر نفس تأخذه من هذه الدنيا تنتهي كل مصالحك وتبقى مصالحك في الدنيا وتدخل إلى قبرك وحيدا لا يدخل معك إلا عملك وهذا من أهم الأعمال معلهم كما قلت لكم لا يكلفك شيئا لا يتطلب جهدا خاصا يعني أن تحب إنسان في الله ماذا يكلفك هذا العمل؟ هو فقط إحساس نحوه يعني اليوم أخي الحبيب لتدرك حجم الكارثة أن تطبق هذه التجربة افتح موبايل وحاول أن تحدث أشخاص كان هناك مصلحة لك معهم ولكن حدث شيء من المودة والمحبة وجرب أن تتصل بهم كم واحد يرد عليك بعد انقضاء مصلحتك معهم بشرط أن لا يكون له مصلحة معك يعني اختر أشخاص ليس لهم مصلحة معك بل أنت مصلحتك معهم وحاول أن تتصل تجد أن القليل منهم من يرد عليك إلا إذا كان له مصلحة مادية أو دنيوية أو اجتماعية أو أي شيء آخر ما دام لا توجد مصلحة نادرا ما تستمر العلاقة طيب النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا أن تكون علاقاتنا كلها محبة في الله سبحانه وتعالى المتحابون في جلالي يعني أن تحب إنسانا لله طيب كيف أحب إنسان لله عز وجل انظر أخي الحبيب أنت عندما تقرأ القرآن وتتذوق هذا الكتاب العظيم أوتوماتيكيا تنهار كل القيم الدنيوية في نظرك يصبح همك الآخرة يصبح همك شيء واحد فقط هو الله عز وجل عندما تنام عندما تستيقظ عندما تأكل عندما تتعامل مع الناس لا ترى إلا الله عز وجل وبالتالي هذا الأمر ينعكس على علاقاتك مع الناس فتصبح علاقاتك كلها حب في الله هذا الحب يجعلك تحب للآخرين ما تحب لنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صلى الله عليه وسلم إذن لماذا لا نحب للآخرين ما نحبه لأنفسنا لأن قضية المحبة في الله شبه إن عدمت اليوم في عصر مظلم مادي الكل يلهث وراء دنيا فانية الكل يذهبوا إلى الأسواق يذهب إلى المحاكم يذهب إلى الشوارع وانظر اللهو كمية اللهو وكمية الجري وراء الدنيا عند الناس تجد أنه من القليل أن تجد إنسانا فرغ نفسه لله مع العلم انظر أخي الحبيب أن الرزق سيأتيك والذي نفسي بيده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله حتى لو هربت من رزقك سيلحق بك وأنا هذا الكلام عن تجربة شخصية حتى لو جلست في بيتك الرزق سيأتيك لأن الرزق ليس له علاقة بالسعي أبدا وإلا لكان العامل الذي يعمل 20 ساعة كل يوم في مناجم الفحم وفي أعمال البناء الشاقة لكان أغنى الناس بينما نجد أغنى الناس لا يكاد يعملوا شيئا انظر إلى أصحاب المليارات ماذا يعملون ما هو الجهد العضل الذي يبذله هي عبارة عن سلسلة من المصادفات مع دماغ وأسلوب تفكير رزقه الله إياه فمع سلسلة من الظروف المناسبة جمع ثروة هائلة وإنسان آخر يعمل ليلة نهارا تجده مكبل بالديون والهموم وغارق في المشاكل الاقتصادية إذن الرزق ليس له علاقة بالسعي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني تخيل أن أنك عندما تحب الناس في الله يرزقك الله عندما تريد الخير للناس الله يغرقك بالخيرات وإذ تأذن ربكم لئي شكرتم لئي شكرتم لأزيدنكم ماذا قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربك لئي شكرتم لأزيدنكم كلما شكرت الله أكثر زادك الله أكثر سبحان الله فانظر أخي الفاضل كمية الرزق والرضا والرحمة والنعم التي ستغرق فيها فقط أن تحب الإنسان لا تحبه إلا لله عز وجل تعزل المصالح الدنيوية سيصبح قلبك نقيا تصبح حياتك مليئة بمشاعر إيجابية مشاعر الحب تجاه الآخرين ترتاح نفسيا بينما أنظر حتى أصحاب الملايين غارقون في الهموم والمشاكل طول اليوم والليل من أجل أن يزيد ثروته ولن يأخذ شيئا معه ولن يأخذ إلا ما كتبه الله له إذن هنا قضية الحب في الله كيف أنا أفعل وأنمي هذه السنة المنسية بل أقول التي لا يريد الناس أن يطبقها لا يريد أن يطبقوا أن يطبقها لأنها تتعارض مع مصالحهم الشخصية هو يظن بل والله إن من مصلحتك الشخصية أن تحب في الله لأنك ستمتلك السعادة التي فقدها الأغنياء فقدوا السعادة لماذا؟ لأن حياتهم أصبحت معتمدة تماما على الدنيا وأسباب الدنيا أما عندما تحب إنسانا في الله أنت تتذكر الله في كل لحظة طيب لماذا استحق من يحب في الله هذه المنزلة المتحابون في جلالي على منابر من نور انظر أخي الحبيب استحقوا هذه المنزلة لأن أول صفة أنهم يخافون من الله تقوى الصفة الثانية أنه بلغ درجات عالية من حب الله عز وجل يحب الله كثيرا يريد أن يرضي الله فيحب عباده من أجله وإذا أعطى أعطى من أجل الله وإذا صبر صبر في الله واصبر وما صبرك إلا بالله إذا عفى عفى من أجل الله يتسامح من أجل الله سبحانه وتعالى حتى يصل لمرحلة العبد أخي الحبيب يمكن أن يصل إلى مرحلة في كل ثانية يرى الله أمامه يرىه بعقله طبعا وبقلبه يرى رحمته يرى حفظه له يرى حمايته له يرى كرم الله يرى نعم الله لذلك الإنسان عندما يجحد نعمة الله هذا من أسباب زوال النعمة وأسباب الكآبة في الدنيا طيب كيف نحب في الله عز وجل الحب في الله أخي الحبيب قضية بسيطة جدا تحتاج أن تغير نظرتك للدنيا فقط يعني ليس فيها لا أستطيع أن أقول لك اجلس كل يوم وتدرب لا هي فقط تغير نظرتك اجلس مع نفسك قل أنا في أي لحظة سأموت ماذا سأحمل معي إلى بيتي الجديد وهو القبر هو بيت لك أكبر بيت في الدنيا أو أطول مدة ستعيشها في بيت مئة سنة ألف سنة مثلا مثلا إذا قدر لك أن تعيش مئة سنة أو ألف ولا يمكن طبعا طيب في هذا البيت الذي هو القبر ستبقى إلى يوم القيامة ربما ملايين السنين مليارات السنين الله أعلم طيب ألا أرتب هذا البيت ألا أحمل معي وسيلة للإضاءة يعني ألا تحمل معك نورا يضيء لك هذا القبر والصبر ضياء طيب الحب في الله نور لك على منابر من نور يعني تجد هذا الإنسان في الجنة الذي أحب من أجل الله الكرسي الذي يجلس عليه أو الأداة التي يجلس عليها نور تخيل أن النور يحيط به سبحان الله حتى الأنبياء والشهداء انظر إلى الشهيد كم أجره عظيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون درجة عالية جدا يغبط هذا الإنسان ويغبط المعنى الأساسي لها أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما له من دون زوال النعمة عنه غير الحسد الحسد الحاسد يتمنى أن تزول النعمة عنك أما من يغبطك يتمنى أن يكون مثلك فقط فتخيل أن الأنبياء والشهداء عندما يروا هذا المشهد يثير إعجابهم يقولون سبحان الله يعني ما هذه المنزلة الذي استحقها هذا الإنسان ما على المعنى أن منزلة الأنبياء أو الأنبياء هم هم الذين طبقوا هذا الحديث كانت حياتهم كلها لله ومن أجل الله وكل محبتهم كانت في الله سبحانه وعلاقاتهم من أجل الله إذن اليوم أيها الأحبة نحن نريد أن نحيي هذه السنة ونفعل هذه السنة فقط تذكر أن النور الذي ستأخذه معك إلى قبرك هو المحبة في الله والصبر لأن هذه القضية تتطلب منك صبرا كثيرا على أذى الناس لأنك أنت تحب هذا الإنسان في الله وهو يريد لك الشر أحيانا فأقول لك حافظ على محبتك في الله لا تغير سلوكك بناء على البيئة أو المجتمع لا اجعل سلوكك يناسب حالة قبرك أنت في القبر كيف تحب أن تكون دائما أنظر إلى القبر وإلى يوم القيامة كيف تحب أن تعيش هناك كيف تحب أن تعيش في حياة البرزخ تحب أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة فيها نور وفيها نعيم إذن تحب الناس في الله عز وجل وتلغي المصالح المادية المحدودة التي أكثر ما تضر بصاحبها والمحبة في الله تعطيك متعة قلبية سعادة لأنك تشعر أنك قريب من الله سبحانه وتعالى لذلك أيها الأحبة لا أريد أن أطيل عليكم أرجو أن نحيي ونفعل هذه السنة المنسية والتي يتناساها الناس كثيرا أن نجعل كل علاقاتنا محبة في الله وانظر رزقك سيزداد مشاكلك ستنتهي حياتك ستصبح أكثر اطمئنانا نسأل الله عز وجل أن يجعل حياتنا مطمئنة بمحبته وذكره وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ترجمة نانسي قنقر